السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج كمثلية سكند كالعادة مع المبدعين كابتن محمد أبو جبل أو علي تو طبعا الجولة الثالثة لعبة تخلصت وقدر ينتصر فيها النادي الأهلي على نادي الخوالدية وانتصر العلا على الخليج بينما انتصر نادي الصفا على نادي أحد وانتصر النصر على نادي الفتح والمباراة الأخيرة اللي كانت مؤجلة قدر ينتصر فيها نادي الاتحاد على نادي السلام خليني أبدأ معك كابتن محمد في مباراة النصر مع الفتح شفنا مباراة كانت قوية تقدم فيها نادي النصر بشكل كبير جدا ثم رجع الفتح ولكن قدر نصر في النهاية كيف شفت المباراة؟ خليني نقول لكابتن جعفر أنه الاختبار الحقيقي بالنسبة للنصر كان في مواجهة الفتح بالنسبة للنصر عودة كابتن ناصر أبو جلاس للتشكيلة وموضوع تناغمه برضو كان عامل مؤثر في تقارب النتيجة أنا كنت متوقع صراحة أنه النصر يقدم مباراة أفضل من كده لكن صراحة الفتح تعامل مع المباراة بطريقة بشكل أكبر بالنسبة للنصر يعني وطيرة الأداء وثباتها هي اللي تعطينا انطباع أن النصر أداو ثابت في معظم مباراة بعيدا عن التذبذب اللي بيصير في بعض الفرق يعني زي المنشاهد الاتحاد نلاقي مباراة فرق عشر مباراة لا فرق عشرين بونت لكن منطقية النصر في وطيرة أداء المباريات منطقية نوعا ما بالنسبة للأدوات المتوفرة عنده بالإضافة لأن الكوتش عبد الرحيم لال صحيح الأدوات أقل مقارنة بالفرق الأخرى خلينا نقول صحيح أنه فيه على مستوى الأسماء لكن الفاعلية نحن نتكلم كفاعلية داخل الملعب أدوات شوية قد لكن كتعامل داخل الملعب وقراءة في وسط المباراة وأكبر دليل زي ما شفنا في بطولة الإلعاب السعودية العلو والنصر قدر بتكتيك أو بقراءة معينة بيعرف التعامل في هذه اللحظات تعامل كويس نعم شفنا طبعا المباراة النصر في فترة من فترات حسيتنا راح يخلص المباراة راح الفرق فيها كبير ولكن النتائج دايما اللي تكون نتيجة عالية في بداية المباراة تعطي فرصة كبيرة للخصم أن يرجع بدون ما يستعجل بدون ما يسد ثلاثيات طول الوقت بدون ما يلعب ببرس أو دفاع ضغط من بداية المباراة الوقت طويل معناها فشي ينقص الفارق لحد ما ينعدم مع نهاية المباراة هذا الاستفادة من الفتح وغفل عندنا النصر نوعا ما ولكن أول ما شفنا أن الفارق قرب عجبني في النصر أن كانت ردت فعلة قوية على طول رجع الفارق ناصر أبو جلاس كان ينعب في الأوقات المهمة فقط واضح أنه ما زال متأثر بالإصابة لأن لعب بداية المباراة اختفطوا من المباراة لما كان الفارق كبير نزل الفارق رجع لعب ناصر والجميل أنه سدد ثلاثية ثلاثيتين وسجل يعني ناصر التوقف هذا ما أثر عليه أنه يكون لاعب مؤثر هذا مهم جدا للنصر عنده حاليا لاعبين مميزين جدا مصعب وناصر ودونتي اللي حقيقة مبدع بداية الدوري هو اللاعب الثابت اللي كان مرشح لأفضل لاعب في الجولة كل الجولة كان مرشح هذا الشي يحسب النصر في اقتيار الأجنبي وراح يكون مفيد جدا لهم في المباريات القادمة مع التشكيلة المناسبة حقيقة بين المحلين والأجانب في النصر طبعا خلينا نذكر أن الآن بعد المرورة والثلاث جولات رح يتوقف الدوري لمدة شهر المنتخب رح تخوض مباريات في نهاية شهر نوفمبر ضمن تصفيات كأس آسيا صحيح أن المنتخب هو مستضيف بطولة آسيا ولكن يكون مشارك في هذه التصفيات وأذكر أيضا أن الأربع فرق اللي الأهلي العلى النصر للاتحاد هي الأربع فرق اللي انتصرت في اللعب الثلاث مباريات وانتصرت فيها خليني أسألك كبزي محمد الآن يعني مرور ثلاث جولات في هذا التوقف كيف شفت الدوري في أول ثلاث جولات مع هذا الترتيب أو من اللاعب حتى اللي شفت نبرز خلال هذه الفترة طبعا كابتن جعفر الدوري ماشي بوتيرة وفق التوقعات والتطلعات خلينا نقول على مستوى الأربع الفرق الأفضل فنيا يعني كلنا توقعنا أنه يمشي الدوري بهذه الوتيرة الإضافة اللي هي بوجود فريق العولى كفريق جديد هذه طبعا تعطي إثارة نوعا ما أنه أنت فريق باني فريق جديد كيف حيأدي في الدوري بالإضافة لأنه تقارب المستوى بين الأربع الفرق الكبيرة حيدينا انطباع في المستقبل حيكون فيه ارتفاع لوطيرة المستوى والندية في المباريات يعني احنا على موعد أنه حنشاهد مباريات قمم بدءا من الجولة القادمة اللي هي خلينا نقول الاتحاد والنصرة توقع فبالتالي مواكبة للتطلعات الاتحاد بالنسبة لي أنا على مستوى الأسماء أجهز فريق تقريبا لكن تذبذب في المباريات يعطيني تردد على مستوى البطولة تواصل قدم براءة جدا جميلة تغيرت هوية الاتحاد تنوع كنا بنشاهد مثنى يجلس في البنج كنت تفتكروا الموسم اللي فات كان مثنى يعني إذا طلع دقيقة دقيقتين عشان يشومها ويرجع الآن لاسار في تنوع عسامة برقاوي الناصر العبسي بالنسبة للاتحاد عجبني الثبات اللي بيصير في أداء فريق النصر وخصوصا من أداء دونتي مكجيل اللاعب الوحيد اللي تقدر تفصه منه أداءه ثابت في كل المباريات حتى المباريات اللي نسبة تسجيله ضعيفة فيها بيكون على المستوى الفاعلية في الديفنز وتنوع اللاعب منطقي بشكل أكبر خلينا نقول باختصار والزبدة إنه منتظرين ارتفاع وطيرة المستوى بعد التوقف أداء منطقي من كل الفرق آخر رقطة ما عليش حابة عقب عليها اللي هو المشكلة الإدارية اللي سببت فقدان فهد السالك في بطولة واصل يعني مو معقولة مثلا خلاف بين نادي وبين لاعب يعطلني على تمثيل المملكة في بطولة واصل الآسوية استحقاقها وإنه أفتقد لاعب بسبب خلاف إداري كان ممكن ينحل بسهولة ولو افترضني أنه مثلا فهد السالك ممكن كان غلطان فمو معقولة فهد السالك غلطان وأحمد مختار غلطان ومحمد حمزة غلطان والأمور هذه كلها هذه النقطة اللي حابت أعقب عليها ويعني صراحة ما كنت أتمنى أنه فريق الاتحاد يكون يمثل يمثل السعودية بطولة واصل بفريقه الكامل نعم طمام في الدوري في الأشياء اللي ذكرت كابتن محمد حقيقة تفق مع أغلبها في لخلط دوري جميل هذا الموسم جميل التنافس بين أكثر من فريق إن اللقب ما يكون بين فريقين بس يكون بين أربعة فرق هذا راح يتضح أكثر لما تلعب هذه الفرق ضد بعضها اللي عجبني كذلك إن هذا الموسم تقدر تقول أنا شفت كل المباريات لأن كل المباريات نقلت الأشياء اللي عجبتني هذا الموسم تقدر كل المباريات كان فيها معلق كل المباريات كنا نشاهد دوري حقيقة ما كنا نشاهد مباراة من دوري كنا نشاهد دوري نقدر نقول هذه الكلمة اللي ما عجبني إن رجعنا إلى قبل موسمين إن النتائج صارت تكون كبيرة بين الفرق الموسم اللي راح كان مختلف من هذه الناحية كانت الفارق كان أقل يعني كل مباراة كانت تنتهي جولة كان من الفرق 10-15 نقطة 8 نقاط 5 نقاط رجعنا نشوف الفارق الكبير ضد بعض الفرق هذا الموسم عجبني كذلك إن في الفرق اللي ما عدها من كل لقب قاعدة تبنى المستقبل نشوف لاعبين شباب اليوم قاعدين يلعبوا في الخليج وفي الخيلدية وفي الفت حتى إن تعطي الفرصة لللاعب الشاب لأن هذا هو اللاعب الشاب اللي راح يكون نوال المستقبل ترتكز عليه الفرق والطعب لاعبين جانب إذا ما عندك أمل في البطولة هذا الموسم حينك تفكر في المستقبل وتعطيها للعبة فرصة يستفيد منها الناد ويستفيد منها كذلك المنتخب مستقبلا طبعا نبقى بالنسبة لأنا الشيء اللي متوقع زي ما قلنا قبل بداية الموسم في أربع فرق هي المرشحة هي اللي الآن بما أن ما لعبت مع بعض يعني ما شفنا أي خسار إلى هذه الفرق ولكن الصراع اللي ممكن نشوفها في المنتصف بين فرق مثلا زي الصفة السلام وممكن الفتح مع النصحي خسر ونبارتين ولكن المستقبلاتها كانت كويسة يعني ممكن تعطي إضافة أو طابع إلى الدور لأنه أعتقد أنه ممكن أحد هذه الفرق ممكن يخرب على بعض الفرق اللي مرشحة زي ما نقول يسرق مباراة منهم وأيضا الشيء اللي مزعل لني ومزعل ممكن كثير من المحبين ومكتب المحمد أنه مستوى نادي أحد أو حدم الجاهزية في البداية لأنه صعبة تشاهد أنه أكثر فريق حقق الدوري وما ينافس على الدوري وأنه يعني محترف متأخر من هذه الأشياء أتفق معالي في نقطة النقل سواء تصوير الفوت وتصوير الفيديو النقل كامل يعطي أنه زي ما قال نكشاه الدوري وتقدر تحكم حتى لهذا الشيء مهم جدا حتى لمدربي الفرق الأخرى للسكاوتين لكل هذا الأشياء أنه يقدر يدرس خصمة ويدرس اللاعبين ويفيد في الانتقاد في كل هذا الأشياء وهذا الشيء إن شاء الله رح يكون مستمر طوال الموسم طبعا كالعادة دائما يكون بعد كل جولة زي ما تعولنا في تصويت ونتكلم عن تصويت الجولة الثالثة ونذكرك مننا التصويت في تصويت الجمهور يعتبر صوت واحد وحن الثلاثة كل واحد يكون إلى صوت المرشحين إلى الجولة الثالثة كالعادة هم أربع لاعبين ألطوان شقاط اللي سجع 13 نقطة أربعة ريبوند 12 أسست وستة ستيل وأيضا مكجيل من النصر سجع 37 12 واثنين وأيضا هول 42 16 ثلاثة وثلاثة ستيل أيضا وأخيرا وينكوك لعب العلا اللي سجع 24 نقطة ثلاثة ريبوند وأربعة أسست خلينا نبدأ معك علي مين صوتك يروح إلى مين في هذه الجولة في أكثر اللعب تحيرت بينهم ولكن في النهاية ارتكزت على داريوس هول 42 نقطة 16 ريبوند نسبة فعالية كبيرة جدا هول كان متواجن في ترشيع الجائزة الجولات الماضية وهذه الجولة أثبت وجودا بداية الدور مع أهلي اختيار موفق من كابتن عيس سلحاني بالنسبة لكباتن برضو نتفق في موضوع الحيرة كل محترف أو كل لاعب مرشح عنده تميز في نقطة معينة رجحت ترشيحه أنتوان عنده أرقام صحيح ما هم سجل نقاط عالية لكن عنده أرقام على مستوى الأسست والاستيل كوك أيضا من مستويات متقدمة بالإضافة لداريوس هولت صوت أنا بيروح لسبب واحد هو ثبات المستوى خلال الثلاثة جولات صحيح ممكن في هذه الجولة رقمه بالنسبة لمثلا داريوس هول يختلف لكن ثباته وترشيحه في كل جولة سيرجح أنه أصوط لدونتي مكزيل بالنسبة لي أنا رح يروح إلى هول مسجد 42 و16 وأيضا مسدد 18 من 21 ضيع ثلاث تسجيدات من نهاية ثلاثية واحدة وفقط رح إلى تسجيد الرملات الحرة سبع مرات أرقام مميزة جدا لهذا اللاعب الآن خلنا نذكركم أيضا أن تصويت الجمهور كان من صالح اللاعب لعب الاتحاد انطوانو سكوت فانطوانو سكوت عنده صوت ومكجيل عنده صوت وداريوس هول يكون عنده صوتين وبكذا لعب الجولة الثالثة في الدور السعودي لكرة السلة يكون لاعب نادي الأهلي داريوس هول ويفوز فيها أعتقد أول مرة يفوز في الجائزة أو ثاني مرة لا تأكد لأنه أول مرة أول مرة يتكرر أول مرة نعم بس اسمه تكرر كثير في التصويت نعم كان متواجد في كل جولة هول بالنسبة لسامة التصويت كان في كلام في السوشال ميديا في اكس حتى في ناس كلمتني عن خاص أنه بالنسبة كان في لاعب كان يسألوا ليش ما ما اخترته ضمن المرشحين حتى طبعا نتكلم عنه له لاعب السلام كلارك في أكثر من شخص يتكلمني ليش ما اخترته كان في نقاش في تويتر في إحدى الحسابات وصار فيها نقاش ليش ما اخترته لاعب مسجل أول تربل دبل في الدوري ضمن المرشحين حتى هو يعني أنا ما اعرف حقيقة الأسباب ولكن بالنسبة لي أنا كرأي كرأي شخصي بعيدا عن رأي اللجنة في التصويت أو الكبات المعي في البرنامج أنا أشوف أن اللاعب عشان يكون أفضل لاعب مفروض يكون فاصل المباراة كرأي شخصي أنه إذا كانت الجائزة العالمية الـ MVP اللي ترجمتها حرفيا هي الأكثر قيمة أنا أشوف أن الأرقام إذا ما جابت فوز فهي يعني لغت موضوع القيمة هذا فهي ما أقول أرقام بدون قيمة ولكنها أرقام أقل قيمة من لاعب فاصل فأنا صعب جدا ومو صعب بس مستحيل أختار لاعب حقيقة مهما كانت أرقامها ولكن خسر في المباراة لذلك كرأي ما كان ما كان اختيار بالنسبة لي حتى أفكر فيه لما يكون لاعب ما فاصل في المباراة وما أعرف رأيكم في هذا الموضوع ولكن أشوف في الناحية اللاعب يجب أن يكون فريقة فائز كابتن علي أتفق معك في النقطة هذه لأنه فنيا في أذكر أيام ما كنا نلعب مثلا لما نقابل محترف نسبة تسجيله جدا عالية عمل مجهود أنك أنت توقفه ممكن يضيع المجهود فيتم التركيز على تكفيل مفاتيح اللاعب الأخرى ويقول لك خلي يسجل يعني كم نسبته يسجل 3540 ويطلع مهزوم فبرضو هذه النقطة يعني ممكن تأثر يعني أنت صحيح فوزك في المباراة بيعطي القيمة الأكبر لدرجة أنه فنيا داخل المباراة ساعات يقول لك لا خليه يسجل هنا نسبة علي خليه يسجل لكن أنا محتاج الفوض طبعا نتفق معكم نوعا ما ولكن أحيانا أحيانا راح تشوف أداء مميز وخرافي بعض اللاعبين وشفنا هذا الشي سواء مسئلات محلية أو العالمية أن لاعب الفريقة ما أخذها مع أنه أقدم كل شيء بالطريقة الصحية ولكن ما قدر يفوز في المباراة طبعا نتذكير أنه في لجنة خاصة في التحاسع اللي كرة السلهية التي تختار هذول الأربع لاعبين ومن ثم يتم التصويت عليها فهناك آلية لاختيار اللاعبين بناء على الأرقام والمستويات والمشاهدة أيضا لهذه اللاعبين وثم نحن أيضا نصوت على هذول اللاعبين مع الجمهور اللي يعتبر له صوت واحد عوما دائما أكررها في أي لعبة في أي رياضة إذا يكون فيها تصويت واختلاف آراء مستحيل لكل يتفق عليه وهذه من أمور اللي فيها حلاوة الرياضة فقط أيضا دعني أذكر بشيء صار عندنا حدث جميل في فريق السيدات اللي مشارك باسم مدينة الرياض انتصر في جولة البحرين وحقق المركز الأول وأيضا لعبة كوثر حققت أكثر مسجل نقاط في البطولة ألف مبروك لهم وتتواصل إنجازات فرق الفئات السينية السيدات أيضا اللاعبي الكبار لكرة السلة وقال نشوف هذا التطور المميز جدا نعم كانت أفضل لعب كذلك كانت أفضل لعب كوثر نعم شفت كيف اللي يفوز ببطولة ياخذ أفضل لعب The MVP طبعا أنا أبغى أنهي ولكن أبغى يقول لكم ليش علي يقول هذا الكلام لأن علي حانق على The MVP جاب أفضل لعب في السلة قبل سنة هو ما يلعب في النهائيات وهذه الأشياء هذا كل ما لدينا اليوم شكرا علي شكرا محمد شكرا لكم على المشاهدة نشوفكم بإذن الله في الحلقة القارمة يلا السلام